الخبر يعني حلو لكن هو خبر وحقول ليه مش حلو مبارح قد منتخب مصر حين منكلم ليه كرة القدم الناشئات مرانو كان الأول في الإسكندرية تحديدا وكان طبعا تحت قادة الكابتن محمد كمال عشان بيستعدوا لمواجهة الكاميرون إمتى هيكون تحديدا يوم 12 يناير في ذهاب المرحلة الأخيرة من تصفيات المؤهلة بإذن الله لكاس العالم في كولومبيا طيب هيخد منتخب مصر لقاء الإياب ده هيكون يوم 21 يناير على مفروض أن تكون المباراة في الكاميرون وحتقام بطولة كاس العالم في كولومبيا زي ما قلت لحضراتكم بس بتحديدا من 31 أغسطس لـ 22 سبتمبر طيب المنتخب الوطني بتاعنا تأهل لهذا الدور ده عقب لما اكتسح وفعلا هو اكتسح منتخب القنغو بمجموعة هنا مبارتين الذهاب والعودة كان 7-1 في الدور الثالث بالتصفيات وسعدت كمان الكاميرون لهذا الدور عقب فوزها على كينيا بمجموعة مبارتين الذهاب والعودة كان 6-2 طيب ده الخبر ليه بقى الخبر بقول مش حلو قوي لان احنا لو حتتكلم تحديدا عن كورت القدم النسائية لأ انت يا كريم تصنيفك مبدئيا عالميا وحش جدا انت تراجعت انت اللي تلاتي في المركز 92 92 عالميا فانت متقريبا مش موجود يعني ما اقول للمركز 92 هذا مش مركز أصلا فكورت القدم النسائية في مصر لأ محتاجة طبعا غربالة انا فاكرة زمان كان فيه يعني فترة كده حتى وقتها كنت شوية بلعب لكن كنا نسمع شوية على منتخب كورت القدم النسائي بس كلام ده من 20 سنة بس دلوقتي الوضع صعب جدا طبعا انا لاقوا شكك فيه قدرات حدي يعني بتكلمش على جهاز فني او بتكلم على لعبات مثلا بالعكس انت عندك لعبات محترفات مصريات بيلعبوا في أندية كبرى منهم برسلونة بالمناسبة يعني انت عندك كوادر بس هي القصة يمكن ان لسه هذا الملف مش واخد اهتمام كبير اعتقد لو اخدنا اهتمام كبير وكان فيه فرص وكان فيه اللي هو سكاوتينج وكان فيه يعني شكل مختلف خطة مختلفة بتوضع ممكن ان انت تبتدي تتحطى على الخريطة يا كريم لان انا بشوف حتى في المدارس كان عامل ودوري المدارس وغيره لكورة النسائية لقى عندك كوادر حلوة وعندك بنات عندهم كوتانشل حلو جدا وفيه بنات بتحب طبيعة الحال كورت القدم زي وصغيرة كان فيه على فكرة ناس كتيرة جدا معايا برضو فموجودين بس يمكن الفرصة لسه مجدش الاهتمام لسه محصلش فاتمنى يكون فيه اهتمام اكتر بهذا الملف لان ممكن فعلا ده يخدنا الحتة مختلفة على المستوى العالمي كمان ف92 طبعا ده وحش جدا بس يعني خير يعني هنقول يعني ان كنا دلوقتي بهذا الشكل لكن اعتقد مع الاختلاف الموجود والاهتمام وخاصة انت بتتكلم بعض الاندية الكبرى منهم النادي الاهلي دلوقتي بتتكلم عن يعني عندك اكاديمية وعندك ناشئات وعندك غيره فربما دايبا ليه انعكسات حتى لو لم تكن عند شورت ترم يعني على المدى القصير هيبقى على اللونج ترم بس اتمنى اتمنى فيه اهتمام اكتر لان ينافر نو ممكن في يوم لأيام كريم تلاقي كورت القدم النسائية هي اللي اكتسحت وعدت كورت القدم العادية هيبوسي واضح لده برضو من الملفات اللي اكيد يعني قائمين عليه محتاجين يشتغلوا عليه اكتر من كده لان احنا فعلا عندنا يعني النواة كافية على صعيد المهارات وعلى صعيد الفتيات المتميزات في كرة القدم فالمشكلة فين العطل جاي منين ايا كان القائمين على هذا الملف لازم يهتموا بيه بشكل اكبر من كده عشان حتى يبقى واضعين على مستوى المنتخبات المناظرة لنا مختلف شوية على مركز 92 وان كان الخبر اللي فات مش حلو قوي لكن الخبر اللي جاي من الصنف الحلو ليه بقى؟ لانه متعلق بالسكواش ليه بقى؟ لانه متعلق بالسكواش